السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه نبتة الشفلح اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن الشفلح لها أكثر من فيديو عندي شارح عنها الشفلح من أجمل الأزهار بالعالم شوفوا زهرتها وفيه النوع الثاني يسمى اللصف فيه الشفلح وفيه اللصف والشفلح طال عمركم هذا يعني ثروة يعالج أمراض نبتة طبية وأقوى مرعا للنحل وأغلى عسل عسل الشفلح وفيها شي عجيب لما تقفي كل الأشجار المزهرة يجيك الشفلح يعطيك وجهه إنقاذ للنحل النحل يرعاه ويسوون منه القبار المغرب العربي ما مغرب عربي يسوون منه القبار أو الكبار أعتقد القبار اللي هو الوردة اللي ما فتحت هذي شوفوا يأخذونها ويسوون منها مخلل أو كذا أنا أكلته حلو وهذا ثمر الشفلح شوفوا واللهم بارك ثمرها كثير جدا تنتج انتاج طيب وهذا يسوون منه حتى ثمرها الثمر يسوون منه مخللات وبأوروبا غالي جدا وعندنا حنة في البران ولا حد يدري عنها للأسف يعني أهل سوريا يجمعون منه ويبيعون حق أوروبا والمغرب وتونس يزرعون يجمعون منه وجامعة صعبة لأنها نبتة كلها شوك تقوم طال عمركم تم فتح الثمر شوفوا يتطلع البذور شوفوا هذيك تونفتحة شوفوا بذورها ما شاء الله شوفوا والنحل بعد يرعاها بعد أول ما تفتح فيها مثل مثل الدبس مثل الشي الحالي يرعاها النحل بعد يرعى الزهر ويرعى شسمه شوفوا هذا كلها تونفتح بالله هم بارك هذا تونفتح هذا تونفتح هذا تفمر اللهم بارك تبارك الرحمن من تجاربي مع الشفلح من تجاربي مع الشفلح كل ما قلمتها خاصة في الشتاء بالصيف تضرب تضرب ضرب عجيب يا أخواني وين العلندة مالتي هذه مصورها واجد هذه العلندة شوفوها شوفوها أنا مخليش يفلح عليها عشان يحميها من الحرب ترى بدون سقي عايشة العلندة شوفوا بدون سقي هذه أنا زالحها بالبدرة ولها تصوير بقناتي هذه العلندة بس أنا متعمد مخليش يفلح عليها عشان تحميها من الحرب يا أخواني أنت كمزارع أو حديقة بيت يا أخوان شكل في النباتات خل عندك شفال لحي خل عندك أرطة خل عندك عرفج خل عندك ثندة خل عندك ثمام خل عندك جثية خل عندك رقروك خل عندك شنه بعد واجد الأشجار قيصوم جعدة شيح والأشجار شكل غاف شو اسمه هذا شكل بالأشجار طلح سمر هجليج صدر بري شكل لا تجي تشتري مليون شجرة نوع واحد هذا جمع غلط أنت ما تستانس قلل مثل الحين أنا حاطلي شفال لحة وحدة مستانس عليها تابعها وطالعها لازم يصير عندك لازم تنوع نبات لا تجي تشتري عشرة غاف ليش تبي فيها حط لك وحدة ثنتين حط وحدة سلم وحدة طلح وحدة سيال ثلاث سدر بري كذا ومن الشجيرات شكل عشان أنت تستانس وإنت تحفظ الأسماء إذا شكلت تمام هذه نصيحة لكم يعني حتى حديقتك في البيت مثلا لا تجي تخلي كلها سدر غلط شكل في الأشجار استانس هذا موضوع نشف اللح طالعا لكم أنا أحبه والله موسيقى موسيقى